السلام عليكم شابر جانبكم في فيديو جديد وهالمرة عندنا هاي اللابتوب الدل راح ترككم مديلها على الشاشة هاي اللابتوب مشكلتها انه في حالة اذا شغلناها مثل ما شوفون بدون زر الباور تعلق الاضوية مع اللابتوب دلالة انه اشتغلت ولكن تظهر هذا الصوت اللي راح اقرب عدكم تطلق صاحبك بيب واحدة وما تعرض صورة على الشاشة صاحبه يكون انه في بعض احيان تشتغل وحتى اذا اشتغلت سر بيها فريز فالفريز اعتقد سبب مشكلة اخرى على هذه المشكلة طبعا مشكلة هاي اللابت راح تطلق الجدول ما للبيب كود او الجدول الخاص بالاخطاء الخاصة بهذا الموديل طبعا حسب خبرة وحسب التجربة السابقة مع هذا الموديل هاي المشكلة سببها هو البايوز ولكن خلينا فقط اللابتوب ونحاول نصلحها سوء ونكتشف سبب عطالها فاخليكم متابعين حتى النهاية دعونا نفوق اللابتوب شباب نقص كثير بالبراغي ان شاء الله بعد ما نصلح سنكمل هذا النقص جاني زبون ثواني وارجع لكم يا شباب فققنا الاخطباغ وفققنا البراغي تجع على بالي انه نصفر البايوز اي بطارية البايوز هنا خلي نصفر بطارية البايوز احتمال تكون هي السبب فنصفر البايوز طبعا بعد نزع البطارية تلامس الاطراف الموجب والسالب بهذا الشكل نرجع نرجع البطارية ونشوف المشكلة راح تروح ولا لا نشغل الجهاز نفس المشكلة اخوان اذا المشكلة مو مشكلة تصفير بايوز من الطرف الخلفي فققنا كل البراغي اصلا نجي نرفع الكيبورد من مكانه بايوز الشكل كنا ننزع الهارد احتمال هو الجاي يعيق الفتح هاي برقي هنا فققنا الموذر بورد مثل ما شفتوا شباب طبعا الجدول مع الاخطاء يقول انه هو الصافرة الواحدة سببها البايوز فمباشرة راح نروح نشحن بايوز لهذا اللابتوب فقبل ما نشحن بايوز خلي ننتزع بطارية بايوز او بطارية السيموس وخلي نحدد مكانات الشرائح مع البايوز اول شريحة بايوز ادنا بهاي المنطقة هنا وعدنا شريحة ثانية قريبة على الاي او هنا مثل ما شوفون نعتقد هاي المين وهي الاسي فخلي نروح نشحن المين والاسي لهذا الموديل طبعا عن طريق الموديل الموجود على اللوحة الام مثل ما شوفون فخلينا نروح للميزة الثانية ونسوي هذه العملية سوى خليكم ويانا اي شباب بجانع للميزة الثانية اول شي خلينا نقوم به هو تحميل البايوز او الصافر البايوز لهذا الموديل طبعا نروح الوجوبل كروم ونجي ناخذ البورد كل عن طريق الموديل اللي مكتوب على الماذر بورد هنا مثل ما شوفون ندخل الموديل مثل ما شوفون هنا موجود هذا الموقع اللي صالح اثق به فراح احمل هاي النسخة من هذا الموقع ملف اللي حملنا يحتوي على ثلاث ملفات مثل ما شوفون اوه انا موخوش سالف شباب البايوز متكون من ثلاث ملفات ملف بايوز مين اللي هو صاير اكبر واحد يجي وراه ملف الاسي بل ما شوفون وعدنا هنا ملف الكيبي اللي هو ملف خاص بشريحة الايو تشيب نحنا ما رح نقدر غير نشحن المين والاااا والايسي اما ملف الكيبي او القاس بشريحة الايو تشيب ما رح نقدر انعيد شحنة فخلي نجرب حظمة كمال لنحل المشكلة اول شي رح نجي هنا مثل ما شوفون مكتوب عندنا اسم الشريحة لحت المين اللي هي حجمها اربعة ميجا جاتب ان عليها يو ايج سيكس فالشريحة اللي اسمها يو ايج سيكس هي المين واليو ايج تو هي الاي سي فنجي اه نروح الى ناخذ الكاميرا الاخرى تحت الميكروسكوب ونجي ونشوف الشريح واسماءهم تحت الميكروسكوب هاي ذي يو ايج سيكس هاي ذي يو ايج سيكس هسب ما مذكور عندنا بالبايوزات اليو ايج سيكس هي المين فخلي نشحن المين اول مرة اخوان راح اسرع الفيديو واشحن الفيديو بشكل ريع لانه هؤاني اكتر ممرة قمت بعملية شحن البايز وشرحت كيفية شحن اه شرائح البايز فما راح اقطع هذا الجزء الجزء اللي اشحن بيه شريحة البايز ولكن راح اسرع فانت اذا تريد تتعلم كيفية شحن البايز بشكل تفصيلي تقدر ترجع على الفيديوات اللي راح تقلكمها باسفل فيديو بصندوق الوصف تقدر عن طريق الفيديوهات اللي راح اتركهم هناك تتعلم كيفية اه اعادة شحن شريحة البايز بالتفصيلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او اي او ما اقدرنا نحنها لانه صراحة ما عندي غير هاي من برمجة اللي اشحن بها البيوز الاعتيادي فالاي او ري بروغرامر ما متوفره بايدي فان شاء الله نكون نحن لنا المشكلة خلنا نروح ونجرب ونشوف نتجاجة العمل خليكم ويانا اي شباب شحننا شريحة البيوز والي سي واجاينا على الميزة الثانية خلينا نجرب نتيجة العمل مالتنا ناخذ الكيس بهذا الشكل وخلي نرجع البطارية البيوز محلها ونجي الحمد لله اي شباب بعد ما قمنا بتجميع اللابتوب بشكل يعني مؤقت بهذا الشكل خلينا نجي نفحص ونشوف اللابتوب رح يشتغل او لا شغلنا الفان افترت مثل ما تشوفون طبعا اللادات اشتغلت عندي واللابتوب ارضت صورة مثل ما تشوفون فالشخص قال انه مرات تشتغل ومرات اغلب ما تشتغل فلازم اطفي وشغل اكثر من مرة حتى نتأكد انه شغلنا سليم فراح اقوم بعملية الفحص اللازمة ان شاء الله واذا كل شتمام راح اسلمها للزبون الاخطاء تبين انه مشكلتها بالبايز شحننا لها بايز واشتغلت اللابتوب ونصبنا لها ويندوز بشكل طبيعي ولكن عند تعريف كارت الشاشة الخارجي الحاسبة فرزت بشكل كامل وصار بيها فريز على الويندوز تطرينا ان انطف فيها عن طريق نزع الشاحن ورجعنا شغلناها قامت تفرز وما تعمل بشكل نهائي دلالة على انه كارت الشاشة مارتها تالف هذا كل شو اللي عندي في فيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو اعجبكم اذا اعجبكم الفيديو لا تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد كامل ياريكم في فيفق الدائم وقناة قداوتيك في امان الله شباب